أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن لصح مطلقاً لما أورده الإعلامي جو عزيز عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كان على علم مسبق بعمليات تهريب الأموال وبأرقامها من مطار رفيق الحرير الدولي وسوها من الأخبار المختلقة التي وردت في المقابلة كما نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نشرته وكالة أخبار اليوم عن مضمون استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لقادي التحقيق الأول في جبل لبنان القادي الأولى منصور وأكد المكتب أن ما نشر لا أسس له مطلقا وهو من نسج خيال كاتبه إلى ذلك عرض رئيس عون مع وزير الصحة حمد حسن الواقع الصحي في البلاد وتطور عملية التلقيح لمواجهة وباء كورونا وأزمة الأدوية وسبل معالجتها وفي السياق شدد حسن على أن مسألة دعم الدواء ليس بأمر مزاجي ويجب الابتعاد عن المزايدات الإعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان نحن بدائرة الاستيراد ومنمضي ومنصادق على الفواتير المؤدمة لكل دواء وفق القانون مسجل بلبنان كانت اختيار الفواتير ودعمها تصير بحاكمية المصرف وتبدأ من المستورد مع المصرف المعني بذلك وتوصل عبر الوزارة إلى مصرف لبنان ولكن للأسف في حلقة مفؤودي ما بيقدر فريق التفتيش الوزاري خاصة بالفترة الأخيرة بعد ما كشفنا على مستودعات المستوردين بالتمييز بين الأدوية المدعومة أو المستلزمات المدعومة أو كتات التاستات لفخصات لمفؤودي المدعومة من عدمها لأنه ما عم نقدر نحصل من حاكمية المصرف الفواتير أو جرد على 2020 أو 2021 إذن في شيء بالممارسة يجب أن يتغير وبالطاعات يجب أن يتغير حتى نقدر نحن وحاكم المصرف مع الجهات الرائبية الرسمية من متابعة ملف الدواء التطورات الحكومية حضرت في لقاء جمع الرئيس الجمهورية برئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق بأم وهاب وفي بعبدة أيضا النائب زياد أسود هذا وطلق الرئيس عون برقية تهنئة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير من الرئيس الإيراني حسن روحاني برك فيها لرئيس عون والدولة اللبنانية والشعب اللبناني بالذكرى السنوية لعيد النصر والحرية المجيدة هذا وأجرى رئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي والتذكرى مواقف الرئيس الشهيد ودفاع الأخير عن وحدة لبنان واللبنانيين وتمسكه بصيغة العيش المشترك وبالثوابت الوطنية التي تحميها